خصم لا يهزم ومجتمع يتشزى أسباب دفعت شخصيات إسرائيلية مرموقة للمطالبة بوقف العدوان على غزة الفانانشال تايمز الحقيقة بتقول أحداث غزة أثبتت فشل استراتيجية ناتانياو دي اللي بتقوله الفانانشال تايمز وبتقول إنها الحقيقة شخصيات إسرائيلية مرموقة مرموقة للمطالبة بوقف العدوان على غزة جونين بنية سحاق ضابط الشباك السابق بيقول بالنص كده مهما فعلنا لن نحقق النصر هذه المرة لقد هزمنا ده جونين بنية سحاق ضابط الشباك السابق بيقول مهما فعلنا لن نحقق النصر هذه المرة لقد هزمنا لجوء الاحتلال لقصف الأبراج السكنية في غزة ومن ضمنها مقارات إعلامية دولية كان من أسباب المنادى بوقف الحرب بسبب خسارة التعاطف الدولي اللي موجود أصلا خلال نشوف الجواريزين بوست بتقول إسرائيل خسرت هي اللي بتقول كده إسرائيل خسرت معركة الرأي العام في ظل التعاطف الدولي مع الفلسطينيين وده اللي قالته في متن الخبر بالنص يا حضرات عشان حرب الأبراج قالت صحيفة جوراليزين بوست الإسرائيلية إن إسرائيل قد تكون انتصرت في المعركة الميدانية ضد حركة مقاومة حماس لكنها خسرت الرأي العام في ظل التعاطف الدولي مع الفلسطينيين ورأت الصحيفة في افتاحاتها إن صور الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت برج الجلاء بقطاع غزة اللي بيضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية بما في ذلك وكالة الشات البريس وشبكة الجزيرة الإعلامية أضرت بصورة إسرائيل حيث تم تداولها في شتى أنحاء العالم وقبلت بأداء عدانة واسعة النطاق الخبر بيقول حرب الأبراج تكتيك إسرائيلي للتغطية على فشل الحرب في غزة ده اللي بيقول الخبر في جريدة الوطن المصرية المصرية الأستاذ خالد الغربلي محل سياسي بيقول استهداف الأبراج دي بهدف الإثبات للعالم اللي الرجل بيقول استثبات أمام الرأي العام الإسرائيلي أنهم أنجزوا شيئا في المعركة ويكون تمهيدا لوقف إطلاق النار وهذا يعني أن إسرائيل فشلت في توجيه ضربة حقيقية تقنع بها الرأي العام أنها نجحت في هذه الحرب الهزيمة العسكرية أمام المقاومة سبقتها هزيمة نفسية للاحتلال ومستوطنية خلينا نشوف في الإنفو جراف اللي جاي ده إزاي الهزيمة النفسية كانت موجودة قبل الهزيمة العسكرية من خلال شهادات بتوسق الهزيمة بتاعت الصاين نشوف في الإنفو جراف ده كده هزيمة نفسية قبل العسكرية شهادات توسق هزيمة الكيان الصهيوني صحيفة هارتس إطلاق القزائف الصاروخية وسع دائرة الإصابات النفسية مدى الخوف التسعى مع مدى الصواريخ ومراكز المساعدة مثقلة بالطلبات فالمراكز التي تشغلها جمعية إيران الخاصة بالإسعاف الأولى النفسي تلقت منذ الاثنين ستة لاف طلب نحن نرى ارتفاعا في منسوب الخوف في كافة أنحاء المجتمع الإسرائيلي الصحفي والسياسي الصهيوني الداد يانيف بيقول نتنياه يتخبط ولا يعرف كيف ينهي هذه العملية لإنقاذ نفسه ومنصبه فلا يوجد ردع والصواريخ تتساقط بلا توقف والمطار مغرق ولا يزال العبقري العبقري كوخفاي يتحدثنا بأننا لازلنا في البداية ده اللي قاله الرجل ده موقع القناة السبعة الصهيوني بيقول ليس فقط سيارات وكنس أحرقت بل وأيضا ثقة الكثيرين من المواطنين بالشرطة علىها لهيب الأسبوع الأخير فقبل مدة كان يكفي العلم بوجود سيارة دولية للشرطة في اللد والسكان يمكنهم النوم مطمئنين لكن يوم الخميس كانت هناك ثلاث سرايا لحرس الحدود ولم يتمكن أحد من النوم الثقة بجهاز الشرطة تصدعت والأيام فقط ستقول ما إذا كان بالإمكان إصلاحها وكيف ده القناة السبعة المعالق السياسي شمعون شيفر بيادعوت أحرانوت بيقول لا تنتظروا صورة انتصار في حالتنا هناك حروب ليس فيها انتصار لم ننجح في تقويد سلطة حماس قصف الصواريخ سيستمر لغاية ساعة بعد الإعلان عن وقف النار الإنجاز الأهم لحركة حماس يتجلى في الحريق الذي أشعلته في المدن المختلطة ده شمعون خمي شاليف عميد الصحفيين الصهاينة بيقول كان السؤال الأساسي ومازال من أعطى الأمر بإغلاق باب العمود في المسجد الأقصى وإيقاف عرب إسرائيل وهم في طريقهم للصلاة وإلقاء قنابل الصوت في حرم المسجد الأقصى وبالتالي إلقاءوا ثقاب مشتعل في برميل وقود هل هذا صحيح غباء هائل أم مؤمرة إجرامية ده عميد الصحفيين الصهاينة دي شهادتهم يا حضرات وليخسأ كل معربي مطبع يوسي أليطوف مزيع بالإزالة العبارية بيقول أي دولة في العالم كانت مستعدة لتلقي هذا الإزلال هذا لا يعقل ده عن الخسائر الحقيقة البشرية غير معلنة أبوص الرجل ده بيقول إيه كمان هذا الرجل بيقول اللواء احتياطي عاموس يلدين رئيس معد أبحاث الأمن القومي يجب أن تخرج حركة حماس من هذه المعركة متضرية جدا لأنه في حال ظهر الجميع أن المجتمع الإسرائيلي ليس قويا كفاية وكل قذيفة صاروخية تسبب هلعا كبير لديه ولم يتضرر في مقابل ذلك الطرف الآخر بصورة قاسية جدا فإن هذا الأمر سيدر بالردع الإسرائيلي طيب نشوف بقى الشعب الصهيون العادي إسرائيلي عادي جدا ما الذي قاله الإسرائيليين العاديين جدا نسمع كده شهاداتهم وطبعا أين أنت يا أبا بكر مش كان زمانك دلوقتي لا أعتقد أن الحرب ستنتهي نحن نعاني منذ سنوات نحن بحاجة إلى الخروج من هذا البلد الفلسطينيون يحبون أراضيهم ومستعدون للموت لا نريد الموت ده الحقيقة تويتات لبعض الصهينا إسرائيل فقط لنا نفقد حياتنا كل يوم من أجل بلد مهددة بالحرب دائما آسف يا إسرائيل لكني سأرحل أشعر أنني لن أعيش في سلام ده الحقيقة برضو أنوح دي تويتات لبعض الإسرائيل أنا أحب إسرائيل ولكن لا أستطيع أن أعيش في حرب وخوف أو خوف الحرب وإلا سنعود إلى البلدان التي أتينا منها آدي واحد تاني العيش في هذا البلد مثل العيش في الجحيم دي واحدة تالتة بتقول يا حضرات بالنص ابن عم يعمل لدى حرس الحدود يقول أن هناك الكثير من القتلى والوضع مؤلم ومخيف للغاية يقول أن إسرائيل تحافظ على سرية هذه التفاصيل وتمنع إطلاق صراحة للعالم إسرائيل مهزومة إذن شهادات قادة الرأي الإسرائيليين شهادات الشعب بتتكلم على خسارة لإسرائيل هزيمة ده غير الخسائل البشرية غير المعنلة اللي تكلمت عنها البنت دي التي يحرس قادة الكيان على إخفائها زي ما بيقول الكاتب الفلسطيني فايز أبو شمالة كتب تغريدة وبيقول فيها دكتور فايز أبو شمالة كتب في هذه التغريدة بعد ساعات سيعترف الإسرائيليون بالذي كشف عنه مراسل القناة الثانية العبرية حين قال الحكومة تجذب علينا هناك سبعة وتسعين قتيلا تمنمائة وسبعين جريحا منهم أربعة جرحة في حالة خطر ويضيف نتنياهو يجذب الخلاصة يا حضرات شئت أم أبيت نحن في يوم تاريخي ما عشناهوش من زمن طويل القضية الفلسطينية قدر مقدور كل فترة تعود وتصبح في الواجهة مرة أخرى القضية الفلسطينية رغم ما دفع في الدراما وما طالب بيه زي ما بيقول هيكل والدعوة أو المسؤولية على هيكل هيكل بيقول في كتابه أن بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد اجتمع القادة من الدول ودرسوا كيف يتم فك الاشتباك مع الشعب قالوا ما عندناش مشاكل مع الأنظمة ولكن لدينا مشكلة مع الشعوب وبدأوا من اللحظة دي خططوا كيف يمكن أن نمحوا من داخل الشعوب الكراهية الإسرائيلي من ساعة توقيع اتفاق السلام الكلام ده موجود في كتاب هيكل مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان ولو حضرتك عايز تطلع عليها موجود والمسؤولية على هيكل لكن يبدو أنه كل ما دفع من ملايين ومليارات في الدعاية والإعلام والخطاب ومؤتمرات القاهرة ومؤتمرات في كوبنهاجن وأسلو واحد وأسلو اثنين وكامب ديفيد وويد بلانتيشن وودي عربة كل هذه الاتفاقات اتمسحت بأستيكا البطل هو الشعب الشعب الفلسطيني الشعب والمقاومة بتاعته اللي بحقيقة بقلت إمكانيتها وفلسها واسلاحها قدرت تضع العالم كله في حرق ولا عزاء لصهينة العرب الشعب الفلسطيني اللي بحقيق الكبير